بسم الله الرحمن الرحيم أخي المزارع من المعلومات الهامة جدا عن نبات الخيار المزروع بشكل محمي ما يلي تنبت بذور الخيار بشكل سريع ومتجانس خلال يومين من الزراعة في الصيف وخلال خمسة أيام شتاء درجة الحرارة المثلة للإنبات هي 18 مئة ويل الجو و 25 مئة ويل التربة المجال الحراري المناسب للنمو والإزهار وعقد الثمار يتراوح بين 25 و 30 درجة مئوية نهارا و 15 إلى 18 ليلا نبات الخيار من أكثر محاصيل الخضار حاجة للرطوبة بسبب صغر حجم مجموعه الجذري لذا ننصح بتوفير الرطوبة الأرضية بصفة دائمة خلال موسم النمو يعد نبات الخيار من أكثر أنواع الخضار استجابة للتسميد العضوي والأزوتي لا ننصح أبدا بزراعة الخيار في نفس الأرض مرتين متتاليتين قبل مرور أربع سنوات كما لا ننصح أيضا بزراعته في نفس الأرض بعد أي من المحاصيل القرعية الأخرى كالكوسة والقرع والبطيخ الأصفر والحبحب قبل انقضاء أربع سنوات بسبب اشتراكها بنفس الأمراض والإصابات ويفضل زراعة الخيار بعد أحد محاصيل الخضار البقولية أو البطاطس أو البصل أو الملفوف الكروم ترجمة نانسي قنقر